اعتراضات رغبات وضغوطات تحديات تواجه السوداني في مهمة التكليف مهمة شرع بها رسميا بعد البدء بمهام عمله في القصر الحكومي لكن طريقها لن يكون معبدا بشكل كامل فالصدر خرج عن صمته عبر وزيره وأعلن الرفض وكذلك قوة تغيير ومن معها في خطوة تزيد من التحديات هناك عدة تحديات الأولى متمثلة برغبات القوى السياسية بالحصول على وزارات ثانيا تحدي الأكبر هو قضية اقناع الصدر في تمرير حكومته أو حتى جعلها حكومة مستقرة التحدي الثالث هو قوى الرفض تشرين القوى المدنية لا بد من فتح حوار معها ومع التحديات تستمر المفاوضات لتأليف الكبينة وشكل الحكومة مفاوضات تقول المصادر عنها أن الرئيس المكلف اتفق مع جميع الكتل السياسية على ترشيح ثلاثة إلى خمسة أسماء للوزارات شروط وفق معايير معينة قد تصطدم بمصدات وضغوطات الأحزاب والكتل والتي قد تنعكس على رؤية السوداني في اختيار الكابينة على الكتل السياسية أن تترك هذا الرجل أن يتصرف ولو لوحدها هذه الفترة وعدم فرض عليه وزارات أو لأنه هو المسؤول عن حكومته هو المسؤول عن الوضع الآن نترك له أو ننطيه فرصة معينة على عدم التدخل بشؤونه وبعد الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي تم الاتفاق بشكل مبدئي وفق مصادر مطلعة على تحديد نهاية الشهر الحالي كموعد لعقد جلسة البرلمان بطلب يقدم من السوداني إذن مساراني قد يكونان متوازيين بين رؤية السوداني والتحديات التي تعترض الرؤية معطيات لمعادلة قد تواجه بعض المطبات أمام إنجاز المهمة لكنها وفق مراقبين لن تتعدى المدد الدستورية من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة